افتتح مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر معرض سيرة حياة المرحوم الكاتب الصحفي سعيد الحمد والذي أقيم في قاعة مركز الأيام الإعلامي بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين وذلك وفاء وعرفان للفقيد الراحل الذي يعد أحد أقطاب العمل الصحفي في مملكة البحرين وأكد سعادة المستشار الحمر أن المعرض يأتي حرصا من صحيفة الأيام على تكريم شخصية وطنية من خيرة كتاب البحرين ورجل وطني شجاع دافع بجسارة عن قضايا وطنه وثوابته التي يؤمن بها المجتمع البحريني قلم لن يسقط وحبر لن يجف أبدا وصوت يتردد في الأرجاء كلمات معبرة استهل بها رئيس تحرير صحيفة الأيام كلمته في افتتاح معرض مسيرة حياة الكاتب الصحفي الراحل سعيد الحمد الذي جاء برعاية سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام وبحضور كوكبة من الصحفيين والكتاب وعدد من زملائه ومحبيه لا شك أن أي كاتب صحفي ترك أثر في محيط أولا من خلال الصحيفة التي يعمل فيها وأيضا من خلال مجتمعه سعيد الحمد تميز بأنه شخصية وطنية كاتب وطني دافع بجسارة عن البحرين وعن قضايا البحرين وبالتالي كانت مقالاته منتشرة في كل ليس في البحرين وإنما في كل أرجاء الخليج سعيد الحمد استطاع من خلال مقالاته التي بدأها منذ تأسيس الأيام وحتى يوم وفاته كان مثالا للصحفي البحريني المنتمي إلى هذا الوطن انتماء كامل وفاءا للمرحومة قامت مؤسسة الأيام هذه الأمصية التي هي أمصية وفاء تحت رعاية سعادة سيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الأعلام الفقيد يستحق أكثر من ذلك فهو قدم عصارة فكرة وجهده على مدار سنوات بالنسبة للأعلام وكان كاتبا صحفيا متميزا أو بالأحرى هو موسوعة ثقافية سياسية تاريخية وفكرية متميزة يندر وجود مثيل له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على رحيله ووفاءا وعرفانا لما قدمه الراحل للإعلام والصحافة جاء المعرض ليخلد محطات مضيئة سطرها سعيد الحمد بجد واجتهاد وسعي دؤوب للارتقاء بالكلمة والحرف والقلم في المجالات الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروعة اللي شفت اليوم شيء كبير ومأثر جدا هذا الاحتفاء وهذه الذكرى السنوية للوالد الله يرحمه ومقامت بصحيفة الأيام بالاحتفاء بأحد أفراد أسرته بهذا الشكل يعني تخليدا لذكراه وما قدمه وما ساهم مع الجريد ورعاية سعادة الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر بنفسه شخصيا وحرصه الشديد على هذه الفعالية هذا شيء يعني مؤثر في قلوبنا كلنا كأفراد أسرة الراحل سعيد الحمد معرض مسيرة حياة الراحل سعيد الحمد يستمر في استقبال الجمهور لغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليتيح فرصة لكل من يرغب بالتعرف على تاريخه ومسيرته الزاخرة بالإنجاز والتفرد والنجاح سعيد الحمد اسم تخلده الذاكرة البحرينية الصحفية والإعلامية بكل اعتزاز تستذكر فكره النير ومواقفه النبيلة وقلمه الفريد ليبقى أنموذجا للصحفي والإعلامي الوطني يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر شكرا